السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلاب أهلا ومرحبا بكم مع الدرس الثاني من دروس العلوم بصلاب الصف الثالث الابتدائي الدرس الثاني بعنوان دنيا مزن يابرس أي بنية كرةنا الأرضية وتتكون الكرة الأرضية من ثلاثة طبقات كرقة من أي طبقة اليابسة سكة من طبقة المياه هفكة من طبقة الهواء طبعا هذه الطبقات الثلاثة هي الموجودة على القشرة الأرضية أي في القسم الخارجي من الكرة الأرضية كما نلاحظ هنا أي أن الكرة الأرضية هي كوكب صخري يدور حول الشمس يزينين تشوصي لقاب لولدويتين وزايدان أي بسبب بتغطية مساحات كبيرة من سطحه في الماء فإنه يبدو من الفضاء بلون أزرق أي على عكس الكواكب الأخرى فإن كرة الأرضية يعيش عليها الملايين من الكائنات الحية دنيا ننصجق لجالة حياتنا سرمسي لفريش لدر أي أن حرارة الكرة الأرضية مناسبة من أجل حياة الكائنات الحية عليها دنيا يزيني سوفي كارالر لقاب لدر أي يغطي سطح الكرة الأرضية المياه واليابسة سوفي كارالر أطمسفير لتشفري لدر أي يحيط الغلاف الجوي أطمسفير أي الغلاف الجوي يحيط باليابسة والماء دنيامز دش قسمنا ألوشتران يركبونا كارا قاطمان دا دني المكتدر أي يطلق اسم طبقة اليابسة على القشرة الأرضية التي تشكل القسم الخارجي لقرة الأرضية كارا قاطمانة وزرين دا يشدون مزيار در أي طبقة اليابسة هي الطبقة التي نعيش عليها دنيا طبعالر داهل ثم جزيجيني قاب لار أي تغطي جميع الكوكب بما في ذلك قاع البحار قارا طبقة صنم شكور يرليرين سولار دولدولور أي تملأ المياه أماكن الحفر في هذه الطبقة طبقة اليابسة أوكيانوس لار المحيطات دنيز لير البحار قرل لير البحيرات نهير لير الأنهار يرالت السولار أي المياه الجوفية التي هي تحت الأرض كطب لار دبوز لار أي الجليد الموجود في القطبين القطب الشمالي والقطب الجنوبي سوكا طماننة أولوشترر تشكل الطبقة المائية أي كل هذه المصطلحات المصطلحات المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والمياه الجوفية والجليد الموجود في القطبين يشكلون الطبقة المائية سوكا طمان الدنيا يزينين تشو نقاب لار أي تغطي طبقة الماء القسم الأكبر من سطح الكرة الأرضية كارافي سوكا طمان الله إيج إيجي دير أي أن طبقة اليابسة وطبقة المياه متداخلتين مع بعضهم البعض كما نلاحظ في الشكل التالي طبقة المياه وطبقة اليابسة كيف أنها متداخلة مع بعضها البعض الآن نلاحظ هذا الشكل شكل الكرة الأرضية في الكرة الأرضية لدينا ثلاثة محيطات بيوك أوكيانوس أي المحيط الهادي المحيط الكبير أطلس أوكيانوس المحيط الأطلسي في هذه المنطقة وهيند أوكيانوس المحيط الهندي ولدينا أيضا سبعة قارات وهي آسيا أوروبا أفريقيا أوكيانوسيا أي أستراليا وكزايا أمريكا أمريكا الشمالية جنيا أمريكا أمريكا الجنوبية وأنتركتكا أي القارة القطبية الجنوبية دنيان الأزرين دا أوكيانوس لار وكتالار فاردر يوجد على الكرة الأرضية محيطات أوكيانوس لار وقارات كتالار ويجب علينا حفظ هذه الأسماء المحيطات الثلاثة هي بيوك أوكيانوس أطلاس أوكيانوسو هند أوكيانوسو أيضا القارات السبعة أفروبا آسيا آفريقا كزايا وقناع أمريكا أنتركتكا بيوك أوكيانوس لار وكتالار أوكيانوسو بيوك أوكيانوسو ويجب علينا حماية مصادر المياه الصالحة للشرب ويجب علينا تجنب اسراف المياه دالار أي الجبال أرمان أي الغابات يائلالار المرتفعات چولار السحارة قراء قطمان دير أي تتخذ مكانا في طبقة اليابسة قراء قطمان أي طبقة اليابسة طبراك طاش في قيالاردان ألوشور أي تتكوى من طبراك التربة طاش حجارة قيالاردان أي ومن الصخور كارالار إنسان هايوان وبالكلير أف صاحب له يابار أي أن طبقة اليابسة تجعل الإنسان والحيوان والنبات أصحاب بيوت فادي لار الوديان يائلالار الهضاب دالار الجبال يانار دالار أي البراكين مغارالار المغارات وشكور أي الحفر أيضا مثل ذلك كله أولوشم لارنتمون أي من تشكل جميع هذه الكلمات الوديان والهضاب والجبال والبراكين والمغارات والحفر كلها تشكل شكل الأرض يارشكلي 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 عندين أن يكسيد دالار در أي أن الجبال هي الأكثر ارتفاعا من بين أشكال سطح الأرض سيفري دورك لاريلا دالار بربر لارنا أكلنا رك وزون مبهيبة لصرى دالار والشترور أي أن قيمة الجبال الحادة بتجمعها مع بعضها البعض فإنها تشكل سلاسل الجبال الطويلة والمهيبة أي أطول سلسلة جبال موجودة في العالم هي السلسلة الجبال التي تمتد ما بين الهند والصين والتي تدعى هيمالايا دنيا مظن أن يكسك نقطة أفريست دالار وأعلى قمة جبال موجودة في العالم هي قمة أفريست وهي موجودة ضمن جبال هيمالايا هنا لدينا سوقات مانا طبقة المياه وقارا قاطمانا طبقة اليابسة ولدينا هذه الصور فانغولو أي بحيرة فان بري باجالار سميلا مناصطر أردال إهلارا فادسي جيرسون عدسي جكوروفا وزونغول يجب علينا أن نقوم بتوصيل الصور إلى إما سوقاتمانا أو قارا قاطمانا ثم نأتي ثالثا إلى هوا قاطمانا أي طبقة الهوا أي الغلاف الجوي وهي الطبقة التي تحيط بالكرة الأرضية من الخارج دنيا من ظن أي أن الكرة الأرضية هي الكوكب الوحيد من بين كواكب المجموعة الشمسية التي تحتوي على هوا يمكن تنفسه أي يمكن أن يتنفس الإنسان الهوا الموجود على الكرة الأرضية ولكن لا يستطيع تنفس الهوا الموجود على بقية كواكب المجموعة الشمسية أي أن طبقة الهوا التي تحيط بكوكبنا تدعى أتموسفير أي الغلاف الجوي وزيطان وزيطان دنيا من ظن أتموسفيري أي عند النظر من الفضاء إلى الكرة الأرضية فإننا نلاحظ أن الغلاف الجوي مثل طبقة رقيقة جدا من الضباب أتموسفيري تدعى سلوك الممزز تدعى أكسجين تدعى فرق الغلاف الجوي أي يوجد أيضا داخل طبقة الغلاف الجوي الأكسجين ومجموعة غازات أخرى الضرورية من أجل تنفس الإنسان هفا قطمانا أي طبقة الهواء كارا وسو قطمانا إلا تماث حالينددر أي أنها متصلة وعلى تماث مباشر بطبقتين الماء واليابسة دنيامزن güneشي ضررورة أشغالر أي أنها تحمينة من أشاء الشمس الدارة كار, yağمور, روزقار gibi هفا olayları بو قطمانا gerçekleşير أي أنها أحوال الطقس مثل الثلج كار والمطر يامور والرياح روزقار أحوال الطقس الثلاثة هذه تحدث داخل طبقة الهواء أفا قطمانا الآن لننتقل إلى الصفحة الثلاثين لدينا هذا الشكل هنا ويجب علينا أن نكتب تسميات هذه الطبقات أولا هذا الشكل النواة الداخلية ثم النواة الخارجية ثم الوشاح هذه الطبقات الثلاثة الداخلية لكرة الأرضية وبالنسبة للطبقات الخارجية هنا طبقة الماء وهنا طبقة اليابسة نكتب أسماءها في هذه الفراغات ثم ملخص لما تعلمنا أي أن شكل الأرض يشبه الكرة تغطي القسم كبير جداً من سطح الأرض دنيا مزل سعران غاز قطمانا أتموسفير دينير أن الغاز الذي يغطي القرى الأرضية يدعى أتموسفير الغلاف الجوي أوكيانوس أموسفير أي أن المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار تعتبر من طبقة المياه أي في هيكل الأرض وعلى الخرائط ترسم اليابسة باللون الأزرق ونحن نعلم أن طبقة الماء هي التي ترسم باللون الأزرق وليس الطبقة اليابسة أي أن المياه على سطح الكرة الأرضية تغطي أكثر بكثير من اليابسة أي أن الجليد يوجد في طبقة اليابسة أي لا يوجد هواء في الماء ولا في التراب ومنذ قليل تحدثنا وقلنا أن الطبقات الثلاثة متلاحمة ومتداخلة مع بعضها البعض ثم لدينا سكاة مانا كراكاة مانا هفاكاة مانا ولدينا بعض الصور التي يجب عليها توصيلها إلى هذه الكلمات الثلاث الآن لدينا سكاة مانا في طبقة الماء دينيز بحر كارادا على اليابسة سولار المياه أتموسفير الغلاف الجوي أوكيانوس المحيط كارالار اليابسة ثم يريزن بوشلق و بوشلق قابل أي غطي سطح الكرة الأرضية شيئين ما هما يركبون إنجا أولدو يرلر بوشلق و بوشلق طبال الدر الأمكان الأكثر رقعة على القشرة الأرضية هي شيئين نختارهما من هنا أوكيانوس لار دينيز لار قول لار بوشلق بوشلق بولونور أي توجد الجليد والبحيرات والبحار والمحيطات في أي طبقة إنسان لار بوشلق يشار لار أي عيش الإنسان على أي طبقة نكتب اسمها هنا فقط ماننا بوشلق دينير أي تدعى طبقة الهواء بما اسم طبقة الهواء نكتبه هنا الآن لدينا هنا أحرف مباثرة ويجب علينا أن نرتبها لنحصل على كلمات مفيدة في هذه الفراغات أولا هذه الأحرف نرتبها نحصل على كلمة جزيجين الهواء وهنا نرتب كلمة كرة وهنا يريوزو ثم دنيز ثم مجلان ثم چكيردك ثم دنيا وهنا أوكيانوس وهنا يرقبو ثم أطموسفير وأخيرا مانطو نكتب الكلمات هنا وثم نجمع الأحرف واحد اثنان ثلاثة أربع خمسة حتى الحرف الحادي عشر في هذه الفراهات لنحصل على كلمة السر وبذلك أعزائي الطلاب ينتهي هذا الدرس لأي مساعدة يرجى مراسلتنا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك دمتم بأمان الله وحفظه وإلى اللقاء مع المزيد من الدروس إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته